صرح مصدر المسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق أعلانه بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الأول من سفر من عام 1443 الجاري الموافق للثامن من سبتمبر من عام 2021 الحالي ذلك من الدول الثلاث الأتئة أولا دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا جمهورية جنوب إفريقيا ثالثا جمهورية الأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها وقد أكد المصدر على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة وأوضح أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم ترجمة نانسي قنقر